اهلا بحضرتكم مين فينا مش بيحب السفر اكيد كلنا بنحب السفر وبنحب المغامرة وزيارة الاماكن الغريبة لكن في مناطق سياحية لها طبيعة خاصة بتكون مليانة بالاسرار والاشياء المرعبة بيقال عنها اساطير كفيلة انه محدش يزورها اساسا طبعا ده بيكون بسبب كم الرعب اللي بتتناولوا هذه الاساطير زي قرية كولدارة قرية كولدارة الهندية هي مدينة الحقيقة او هذه القرية عفوا بيتخلالها غطاء نباتي ضئيل جدا ده نسبة الى الرمال والاتربة اللي غطت المنطقة بالكامل زي ما احنا شايفين مع حضراتكم الصور اللي بيتم عرضها الان على الشاشة حيانو اصبحت هذه القرية ارض قاحلة لا يسكنها انسان ولا حتى حاوان السب كانت دوره الكثير من الاساطير والشائعات حول هذه القرية والتي لم يثبت مدى صحتها حتى الان لكن الاسطورة الشائعة اللي توصل اليها المحققون من خلال حديثهم مع سكان المناطق المجاورة بتحكي او تحكي ان كل اللي بيحيط بالقرية المهجورة بيعود الى مأساة دموية حدثت تحديدا في القرن ال 19 وكانت القرية مأهولة بالفعل من احدى القبائل كانت الحياة بتسير بشكل طبيعي جدا لحد ما قرر رئيس وزراء التقى انه يتزوج من ابنة رجل فقير بالقرية هذا الرجل طبعا اتات الحصول على ما يريده فور طلبه لكن اتفاجئ بان هذه الفتاة رفضت الزواج منه طبعا رفضها للزواج ده اثار غضبه وكمان جعلوا بيهدد القرية باكمالها بالقضاء عليها ان لم يتم تنفيذ مطلبه الا ان سكان القرية رفضوا تنبؤ وتضمنوا مع هذه الفتاة وفقا لهذه الاسطورة المحلية سكان القرية تضمنوا مع هذه الفتاة ومع عائلتها ده تفع رئيس الوزراء لقتلهم وابادتهم تماما ولم يتبقى منهم اي شخص وهكذا اختفى السكان بين ليلة وضخهات حتى انه لم يعد لجساسهم اي اثار خليني اقول لحضراتكم كمان انه تداول بعض سكان المناطق المجورة نهاية اخرى لهذه القصة المأساوية لان سكان القرية اتفقوا خلصة على التسلل في جوف الليل والفرار من المنطقة اكملها طبعا من الظلم الواقع عليهم لكنهم كذلك عزموا على الانتقام من هذا الوزير واقسموا ان تحل لعنتهم على هذه القرية قبل ان تتأخدمهم اي ارض جديدة وهكذا رحل السكان بالفعل واختفوا انصح القول لم يتم العصور على اي اثر لهم فيها ولا حتى رئيس الوزراء وده الشيء الذي لم يتم تفسيره حتى وقتنا الحالي لا يزال الغموض بيحيط بالقرية اذ لم يعرف القرويون ما الذي حل بالقبيلة ولكنهم كذلك لديهم يعني يقين تام بان القرية مسكونة بارواح الشعب المندسر تحديدا روح الفتاة وقام الكثير من سكان القرى المجاورة وسياح ايضا بمحاولة المبيت ونما يقضوا عادة ليالي في منازل هذه القرية اللي ان اكثر الاشخاص شجاعة لم يستطيعوا المكوس اكثر من الليلة تاينه ده بحد اقصى محدش قدر يقعد اكتر من الليلتين في ديق القرية بسبب الاساطير المرابئ اللي اتفكعت عنها فالاحداث اللي وجوها كانت صعبة جدا وكانت مروع جدا ومحدش عارف لحد دلوقتي مصدرها بيروي البعض انهم شاهدوا حرائق بتندلع بشكل مفاجئ وبتنطفق ايضا بشكل مفاجئ بنتدقاء نفسها دون اي تدخل بشري والبعض كان يرى مثلا ظلالا سوداء تنساب عبر الابواب ومن خلال المنافذ المغلقة وبعضهم سامعوا صوت دحكات عالية بيأتي بعد منتصف الالي زي مقلت لحضراتكم اساطير كثيرة وحكاوي كثيرة وحكايات كثيرة لكن حتى الان لم يتم تفسير حقيقة هذه القرية وما حدث بها وما حل بها كل هذا جعلهم بيرجحون وجود اشباح وقوة خارقة للطبيعة في هذه البقعة ومنذ تلك اللحظة بيتوافت السياح على القرية في محاولة منهم لاكتشاف لغز هذه القرية لكن لم يعرفوا السبب ولم يستطيع اي شخص تفسير ماذا حدث في هذه القرية وبالتحديد في هذه المنازل المسكونة عقد مات متداوله من قصص مخيفة لكن على الرغم من خواء هذه القرية المهجورة وتعاقب الفصول عليها لعادة قرون متتالية اللي ان مبانيها لازالت بتقط شامخة وثابتة كان فيه صورة يمكن من شوية ياريت لو زي من عمري جيب لنا صورة تانية فعلا صورة المباني كانت واضحة جدا وتلك المباني او هذه الابنية اللي من الطوب اللبن لا تزال يعني جدران هذه المنازل باقية لتتحدى ويلات الارض وايضا التقوس وتتحدى كل هذه الخرافات والاساطير اللي موجودة ولم يتغير اي شيء سوى ان سكان هذه القرية اختفوا بالكامل في هذه القرية كمان زي ما قلت لحضراتكم حتى الان لم تثبت صحة هذه الاقويل وهذه الاساطير الذي تقال عن قرية قدرة الهندية يعني دي كانت كل التفاصيل ويعني مش عارفين جايز ربما في الايام القادمة حد يقدر يقولنا ايه اللي حصل بالضبط في قرية قدرة الهندية الهنا بتنتهي هذه التغطية وكنت انا مع حضرتكم جرمين شالبي شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء